الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن المرأة إذا صلت في ثوب سابغ يعني تلبس ثوب سابغ فستان مثلا وغطت شعرها وبالطبع يعني هذا الفستان يغطي اليدين وطويل فالصلاة صحيحة حتى وإن كان انكشف شيء من القديم عندما مثلا تسجد وهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أنه لا يلزمها أن تلبس جورة بين نعم فتصلي في ثوب سابغ ساتر لجميع البدن مع تقضية رأسها لذلك تقضي في جميع البدن مع تقضية رأسها ترجمة نانسي قنقر